بناء على تعليمات الفريق أحمد جايد صلاح نيب وزير الدفاع الوطني رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي تم تحويل الفنان الفكاهي حزيم من المستشفى العمومي بسيد بالعباس المستشفى العسكري لولاية وهران لتما تكفل به بإجعله كافة الفحوصات لتشخيص حالته ومن ثم إخضاعه لعلاج مكثف الفنان حزيم الذي تحسنت وضعيته الصحية مباشرة بعد دخوله المؤسسة الاستشفائية العسكرية للرعاية الطبية التي قبل بها عبر عن شكره وامتنانه للاهتمام الكبير الذي حظي به من أبناء ورجال جزائر المعروفين بمواقفهم الفذة اعتبروها ردا الجميل فنان أضحك وأدخل البسمة والفرحة في قلوب الملايين من خلال السلسلة فكاهية بلا حدود نتابع في ميكروفون مرسلتنا من وهران كريمة سواك نشكر قاية صالح نشكرها نشكرها كثير 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 يعني زم عرفت روحي بلي يعني زم دون دي بون ما يعني زم معرفش روحي بلي يعني محقور ولا لا 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 قاية صالح ربي حفظه ويستطره إن شاء الله ويقول الله يشافيه ويشافيه ويشافيه على الناس المرضى إن شاء الله ويشافينا رئيسنا إن شاء الله ربي يشفيه ويشفيني معه قاية صالح لطاق أمر بش جابه راجلي من الولايات بالعباس المستشفى العسكري بوهران وعطاه أمر بش يجيبوه نشكره بزيف ونشكر المدير تاع سبيطار تاع الأوبيتار الميليتار دفتح لطاق أمر بلاد من الولايات والفعل حفظه لطاق أمر بشيط سبيطار تاعب الوقت ولكنه فإن زمان يعملت بكثير نحن أنه يحقاه لطاق أمر بشكل المدير حفظه لطاق أمر بشكل المدير